ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه لا شك أن المؤمنين إخوة وهذا ما أكده ربنا تبارك وتعالى بقوله إنما المؤمنون إخوة وذلك للرحم التي جعلها الله بيننا وهي أعظم وأجل من رحم النسب فالإسلام رحم واصلة بين أهله ينبغي أن تبل ببلالها وأن توصل بحقها فالمسلم أخ المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأخوة لها حقوق بل أقول هذه الأخوة لا تتحقق إلا على مقتضى رعاية تلك الحقوق التي أوجبها الإسلام أو أوجبها الشارع للمسلم على المسلم ومن أقل هذه الحقوق من أقلها درجة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه هذه بلا شك درجة أدنى من درجة الإيثار قد وصف الله سبحانه وتعالى الأنصار بصفة الإيثار أثنى عليهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم بعد قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي لا يجدون في صدورهم ضيقا أو حرجا إذا ما أوثر إخوانهم من المهاجرين أو إذا ما أعطي المهاجرون شيئا لم يكن لهم نصيب أو قسم أو سهم فيه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص بلا شك هذه درجة عالية لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكن الحديث لم يكلفنا هذا وإنما كلفنا بما هو أيصر وهو أن نحب لإخواننا من المؤمنين أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا مما تشتهيه النفس مما يسعى إليه الإنسان من نفع عاجل أو من نفع مادي أو حتى اجتماعي أو أدبي فينبغي أن يكون المسلم دائما حريصا على أن يحمل في قلبه لإخوانه من المؤمنين أن يحمل لهم حب الخير كما يحب الخير لنفسه ينبغي أن يحب لهم الخير في كل ما يسعى إليه من حظوظ الدنيا أو من حظوظ الآخرة ينبغي حتى على الأقل أن يشراكهم في دعائه وهذا بخلاف الإنسان مثلا الحاسد الإنسان الحاسد هو الذي إذا رأى نعمة عند غيره حسده عليها وتمنى زوالها ولا شك أن الحسد لا يتفق مع الإيمان فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا لا يؤمن أحدكم لا يؤمن والنفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان وليس نفيا لحقيقة الإيمان بل هو نفي لكمال الإيمان أي أن قوله لا يؤمن أحدكم هذا القول لا يعني أنه قد خرج من الملة أو أنه قد انسلخ من الإيمان ولكن هذا التعبير يفيد أنه غير كامل الإيمان أو أنه لم يكتمل إيمانه من هذا الذي لا يكتمل إيمانه من هذا الذي لا يكتمل إيمانه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وفي رواية اللجارة أو أورد اللفظين على الشك لا يدري أي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأو الحديث إن كان الشك ممن هو دون الصحابي كأن يقع الشك من التابعي أو أن يقع الشك ممن سمع من التابعي أو قد يقع الشك أيضا من الصحابي فإيراد اللفظين هنا لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله بل هو من قول إما الصحابي وهو لم يعين هنا الشك ممن فلذلك نقول إن إيراد الحديث على الشك أو على إيراد اللفظين على الشك إنما هو من كمال ضبط الرواه ومن كمال ضبط القائمين برواية الحديث ليخرجوا من عهدة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على كل لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه أي من الخير هذا على خلاف إيه؟ خلاف الإنسان الأناني اللي احنا بنقول عنده أثرة الأثرة والأثرة عكس الإيثار تماماً يقال فلان عنده أثرة أو أثرة بمعنى إيه؟ أنه يحب أن يستأثر بكل خير لنفسه مش عاوز حد يشاركه لا يحب أن يشركه في الفضل أحد بل يحب أن يجمع ما يحبه وأن يحصل على ما يحب وأن يستأثر بهذا الشيء دون أن يشركه فيه أحد أو دون أن يشرك فيه أحداً هذه الأثرة هي من علامات الحسد ومن علامات عدم الثقة بالله ومن علامات عدم اليقين وعدم التوكل فالإنسان اللي عنده توكل على الله لا يمكن أبداً يكون عنده شيء من الأثرة اللي عنده توكل مع الله على الله ما يكونش عنده شيء من الأثرة أبداً لأن التوكل على الله فيه الكفاية وبعد الفاصل